اعلنت مملكة البحرين عن خطط طموحة لرفع اعداد زوارها ورفع نشاط قطاعها السياحي ضمن برنامج التنويع الاقتصادي فيها وعلى رأس هذه الخطط اتفاقها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على الترويج للبلدين عالميا كوجهة سياحية واحدة إلى جانب توسعة خياراتها السياحية كل عام الملايين من السياح من جميع الحاء مجلس التعاون الخليجي وخارجه يتمتعون بأفضل تجربة في مملكة البحرين من خلال اسلوب حياة مريح وعالمي يستقطب مختلف الأذواق اثر خطط اقتصادية سياحية ركزت على الاحداث والمهرجانات والشواطئ وخدمة الطعام وتجارة التجزئة وخدمات الترفيه والخدمات المساعدة التي تواكب جميع تطورات في المنطقة التاريخ والثقافة الغنية والفعالية الكبرى هذه المكونات المميزة خلقت قطاعا مزدهرا للسياحة والضيافة ووفرت للمستثمرين بنية تحتية عالمية المستوى ومجموعة واسعة من فرص البيع بالتجزئة والترفيه والمطائم والفنادق والبنى التحتية الرقمية وأتت عداد الزوار في عام 2023 شاهدا حيا على ذلك فقد ارتفعت بنسبة 25% على أساس سنوي بينما زادت الإرادات بنسبة الثلث تقريبا وبموجب خطة التعافي الاقتصادي الخمسية للمملكة التي تم إطلاقها في عام 2021 والتي غيرت قواعد اللعبة في الجذب السياحي تهدف مملكة البحرين إلى زيادة إجمال عدد السائحين إلى 14 مليون بحلول عام 2026 مملكة البحرين تبرز دائما على الخريطة الدولية كوجهة لا بد من زيارتها حيث تحتضن مزيجا متناغما من التراث والحداثة يأخذ الزوار في تجربة عميقة في عالم من الإثراء الثقافي والإثارة الرياضية والترفيهية في رحلة لا تنسى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر